لا أعلم على المشيء لا أعلم على المشيء بالصراخ والتدافع انتهى اجتماع عدد من النواب وزير العدل الأوريخوري داخل قاعة أربع آف في الوزارة خصص بالأساس لمطالبة هؤلاء من الوزير باتخاذ قرار إداري حيال الانشقاق العمودي الواقع في الجسم القضائي تباعا للتطورات التي طرأت على ملف تفجير المرفأ وبعد أن احتدت الأجواء داخل الاجتماع تعرض عدد من النواب للاعتداء من قبل مرافق خوري هذا ليس حراث هذا كلاب حول وزير العدل كنا نحكي بكل حضارة كان النواب يعطوا أراء القانونية خصوصا القانونيين من النواب والخضات وقز بالصراخ بلش علا لكن صراخ مش صراخ مشاكل بلش الصراخ لأنه نحنا محتدين لأنه نعم نشعر بالأزمة بس علي الصوت وأزبح الرأس وزير العدل بيهجموا على النيب وضاح الصادق ويضربوه وبيهجموا علينا كلنا وبيصير في عراق ما بين النواب وبيصير في هجوم وبيصير في هجوم كمان على دولة نائب رئيس النواب السابق دكتور غسان حاسباني وأنا بيأشتوني على التليفون وبيهجموا عليهم وبيصير في صريخ وعيات وعراق ترجعوا لي على التليفون بيرجعوا ليه ملحمة نحنا نطالب فورا فورا بيسجن كل عناصر على الحماية طبع وزير العدل ونطالب وزير العدل فورا بالاستقالة نحنا كمان طلبنا من معالي وزير العدل أن يقوم بواجباته أيضا ضمن صلاحياته اللي بيعطيها القانون إلى أقصى حد لكن للأسف وجهنا بتصرف ميليشياوي من حراس الوزير يلي ضربوا النواب اللي كانوا موجودين بهذا الاجتماع فأجتنا الرسالة واضحة من السلطة التنفيذية ورأي بهذا الموضوع الوزير شو عمل لما صار هالإشكال بحدنا منكم عم بيعالي الكل عم بيطلع فينا نفس النا طلع الوزير ما عارفين شو عم بيصير لنشوف إذا الأمن ممشي ولا هم ممشيون بكرة بنعرف إذا وقفهم شو بيصير وزير العدل بدوره قال إن أصل الإشكال يعود للأجواء القضائية المشحونة ولنوايا بعض النواب الذين لم يلتزموا أصول التخاطب والليقى قصد بذلك النائب والضاحة الصادق فبحسب رواية خوري حاول القاضي إلي حلو تهديئة الصادق بعدما احتدى فقال له الأخير شير إيدك عني وليه فما كان من القاضي حلو إلا أن أجابه ما بسمح لك تهيني ما زاد الأجواء توترا عند بقية النواب فتدافع صوب الحلو وتطور الإشكال إلى تدافع تدخل على أثره أمن الوزير أما في الخارج فلم تكن الأجواء أكثر هدوءا فحاول المحتجون اقتحام وزارة العدل بانتظار ما سيقول إليه اجتماع مجلس القضاء الأعلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين مدركين لمسؤوليتهم التاريخية اليوم الشعب اللبناني كله ناطر هذا المبنى اللي بيضم مجلس القضاء الأعلى بالطابق الرابع ونقابة المحامين يعني بدوا يستمر هذا التحقيق هيك يعني يعني ما في حقيقة راح تضيع زمن الإفلات من العقاب ولا يعني خلوني يكمل يعني يعني فيه قرار إتهامي راح يطلع بملف التحقيق ويتحول إلى المجلس العدلي جينا نطالبه بتصليح الخلل القائم بعمل القضاء مش شغلتنا ندخل شوفي بالأغار الزنة ولا شغلتنا ندخل مع القضاء ونعمل شغلهم ولكن شغلتنا نحمل قضاء من التدخلات السياسية ومن قضاء السلطة ومن العظميين الجدد نحن لن نسمح واضح من العظميين الجدد نحن كتير واضحين ومنعتبق أنه اللي عم بيعمل الرئيس عويدات هو يعني يعني هو عظم جديد طبعا هو عظم جديد إذا مجلس قضاء الأعلى اليوم ما قدر طلع قرار أعاد انتظام العمل القضائي يعني على الدنيا السلام يعني راح لبنان وهذا ما حصله فرفضا للتدخلات السياسية ورفضا للتقام تحت الضغط الشعبي طار اجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي كان من المفترض أن يبحث بقرار القاضي غستان عويدات بإطلاق صراح جميع الموقفين في قضية أربع آب والادعاء على القاضي طارق البطار ما فيه أي عقل قانوني ممكن يقبل أنه مشتبه فيه ومدة عليه بملف يروح يقرر يخلي سبيل مدة عليهم آخرين يعني هيدا أقل المنطق القانوني خلينا نذكر أنه القاضي عويدات تنحى عن الملف بإيرادته ومحكمة التمييز وافقت على طلبه لأنه في سلة قرابة بينه وبين غازي زعيتر له كمان مدة عليه وبالتالي في تضارب واضح بالمصالح بالإضافة لأنه عويدات كان عم بيحقق بموضوع من الاضطرات قبل حصول الانفجار وما أخذ الإجراءات الكافية لحماية السلامة العامة وبالتالي هو كنائب عام متنحي عن الملف ما بيقدر ياخد أي قرار بهذا الموضوع وكمدة عليه أكيد ما بيقدر يخلي سبيل مدة عليهم الآخرين فاللي عملوا القاضي بطار كان اجتهاد لحتى يقدر يرجع التحييق من بعد ما صار لنا سنة ناطرين من كل السلطات المعنية إنها تاخد إجراءات لتحمي التحييق لحتى يرجع أما الأهالي فرفعوا علامة لبنان بالأسود حداداً على الحقيقة والقضاء والعدل المرطبية على يوم أنها سفر نص عم بيسفروا بأي دولة بتصينها بأي قضايا الدكان هيدا على نسبة لها الأسار هيدا بيطلبوا بقولهم تهجموا الكلاء بيجوا بوقفونا بس أنه أنا بتوقف على كلمة والقاضي فلت 17 موقوف من غير حق إنون من دون إنون هيدا مش ما بيتوقف ولا حدا بتعاطمه هيدا مش طائلة وبحيطها مش طائلة يعني اسم الله حاولوا ليتي بس بسمحي لقول شغلة بطلت قولي القاضي لأنه القاضي اليوم بتكون نازية وبيحكم بالعدل بيعتبر أنا هلأ غساني عويدات صار مجري إن شاء الله هني بحسوا متل ما حسيت أمه لأليكساندرا وإم كل الضحايا ما أني رائقة عم بغلي من جوها ما أني رائقة يعني أنا الليلة ما نمت عم فكر إنه قضية ابني تروح قضية أحمد ما عارف مين قتله ليش نحنا مشكلتنا دي راكت ما غسان عويدات بالنتيجة شكله عبي تهدى أهالي الضحايا وما بيعرف إيمة الدم نحنا الدم غالي عنا والأرواح غالية عنا ولا نشوف نحنا شو بدي يصير نحنا وياه هكذا إذن انتهى يوم ساخن في قصر العدل لم تبرد مع تقدم ساعاته قلوب أهالي الضحايا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر